صباح الرزق وصباح الهنة وصباح الخير وأول أسبوع وعشر الصبح في الأهلي ونهاردة اسمحوا لي حكون مع حضراتكم لوحدي عشان كريم بس عنده ظروف عائلية إن شاء الله ينضم لينا من جديد بكرة بإذن الله في حلقة جديدة أنوها في البداية زي ما احنا متعودين أنا وكريم في بداية الحلقة بنوها عن الفقرات والضيوف اللي بيكونوا معنا نهاردة هتكون معنا الأستاذة هيبة عبدالعزيز عضو اتحاد الدورتس ولعبة الدورتس عمتا من العلعاب اللي مؤخرا بقت عندها صيت بقت الناس بتتباحة إلى حد كبير بقت بتنال على إعجاب بعض كمان الجماهير اللي ما كانوش قوي بيحبوا لعبة الدورتس قوي بيشوفوها مش لعبة أصلا ممكن يشوفوها حاجة على سبيل الترفيع سبيل التسليم تتلعب لكن مش رياضة ومش فيها ناس محترفين ومش بتجيب كمان بطولات لكن النهاردة هنتكلم في التفاصيل دي كلها فقرة التانية هيكون معنا كابتن أحمد سلامة طبعا وهاجم منتخب مصر السابق وملفات عديدة جدا خاصة بالمنتخب طبعا والنادي الأهلي نبدأ بقى مع حضراتكم وحتكلم شوية اسمحوا لي في البداية قبل ما نخش على الأخبار وغيره من الحاجات الكمان الكواليس اللي معنا وغيره الخاصة بالفريق الأول أنا عايزة أتكلم تحديدا وقف في الأول عند قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لأن احنا بقلنا فترة مركزين على قطاع الناشئين وكلنا منتكلم عن أخبار سريعة بهذا القطاع لكن لو أنت كلمت تحديدا وبالتفصيل عن الناشئين بالأهلي قد إيه كمان فيه اهتمام كبير جدا بهذا القطاع وده يعني كمان بشكل واضح في الفترة الأخيرة لو حتكلم في حجم البطولات اللي فازت بيها أو فاز بيها هذا القطاع وفرق كمان القطاع خلال الموسم اللي فات عمل إيه على الأرض والانعكاس بتاعه وبتاع المجهود بتاعه اللي كان يعني برضو بيترجم بالاهتمام الموجود من الإدارة والاهتمام الموجود من هذا القطاع في العموم وفكرة هنا النتائج كمان بتاعت الفرق المختلفة الأعمار المختلفة كل ده بيترجم لك أن في الآخر أنت عندك منظومة نكحة وزي ما بنقول دايما أن القطاع يعني مصنع للعبين بيخرج جيل يعني تقدر تساعده بعد كده للفريق الأول ودي سياسة واضحة جدا عندنا في نادي الأهلي ومش سياسة مستحدثة يعني سياسة من قديم الزمن عندك أسماء كتير كبيرة قدرت أنها تخرج من النادي الأهلي زي عندك مصطفى الشبير عمد متعب حسام غالي محمد هاني رامي ربيعة حسام عشرون مش عايزة نسى حد يعني لكن أبناء القطاع كتير جدا كمان في السنوات إن شاء الله القادمة يكون عندك كده أسماء جديدة بتنضم بشكل كبير جدا خليني أقول لحضراتكم برضو أنت عندك اهتمام مش بس من قبل الأهالي لا أنت عندك اهتمام من العموم يعني حتى تلاقي الناس زي ما كنت دايما بقول أنا وكريم اللي هما لا ينتموا للنادي الأهلي لكن بيحبوا أن ولادهم يكونوا متواجدين في ناشئي النادي الأهلي وده إن دلع شيء بدل على نجاح طبعا هذه المنظومة بشكل كبير جدا لاحظنا كمان أن اللي بيحصل في قطاع الناشئين لو ركزت فيه شوية هتلاقي نفس تعامل الفريق الأول تقريبا يعني إيه من نفس التعامل الفريق الأول يعني هتلاقي فيه وضع لبرامج مدنية أمور فنية مكثفة وإجراءات وتنظيم وغير وغيره طبعا فيه اهتمام كمان بالعناصر المميزة وطبعا هقول بيتم عمل أيضا برامج خاصة بيها وأعتقد يعني وثقة جدا أن القطاع قادر على إمداد الفريق الأول بعد يعني أو ببعض من اللاعبين السوبر اللي حيبقى ليهم يعني خبرات وحيبقى ليهم مستقبل باهر جدا إن شاء الله في الفترة اللي جاية عايزة أقول لحضراتكو كمان أننا بنتكلم دلوقتي وبالأمس كان قطاع الناشئين أول يوم ليه للاختبارات بالنادي بفرع طبعا مدينة ناصر اختبارات النادي الأهلي هي رحلة زي ما بيقولوها كده رحلة البحث عن مواهب كرة القدم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد عشان تكون إضافة قوية لفرق الناشئين وكمان فرق البراعم بالنادي الأهلي وده الحال يعني ده النادي الأهلي اللي دايما عين أي موهبة بتكون عليه للانضمام ليه وللعب في صفوفه طيب أنا تكلمت كتير جدا بس الواحد المهما يتكلم بيبقى غير لما برضو يروح يشوف خلينا نروح نشوف قطاع الناشئين وأول يوم كان فيه تقديم ويمكن أنا السنة اللي فاتت زي دلوقتي كنت رحت بنفسي وعملت تقرير كان يعني اعتقد أكثر من رائع حضرنا من الساعة تقريبا سبع الصبح الصبح مع اقبال الأهلي من بقى جايين مش بس من القاهرة جايين من جيزة مش بس من اسكندرية جايين من سبع الصبح من كل المحافظات علشان يقدموا لولادهم ويبقى فيه اختبارات ليهم وعشان ينضموا في الأول في آخر ليه النادي الأهلي خلينا نحن نتابع التقرير ده ونرجع نكام اشتركوا في القناة